اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية تعلمنا في المحاضرة السابقة كيفية زرع اكواد اله تي ام ال بداخل بي اتش بي وفي هذه المحاضرة راح نتعلم طريقة جديدة ان شاء الله الطريقة الاولى هي طباعة وسوم اش تي ام ال بداخل الدالة ايكو بشكل مباشر الطريقة الثانية هي طباعة وسوم اش تي ام ال بشكل اعتيار دي يعني نجي هنا نكتب اتش وان وطبعا هذا الاتش وان بداخل نضيف دالة ايكو ونكتب بها النص طيب كيف يعني؟ يعني اذا نجي هنا نكتب ايكو وانضيف علامات اختباس وفارزة منقوطة ونكتب مثلا عالم بها الاحترافي هالشي مو صحيح خطأ طيب شنو الخطأ بالموضوع اذا نلاحظ ان الايكو موجودة علامة الاقتباس موجودة في البداية وفي النهاية والفارزة المنقوطة ايضا موجودة بالنهاية ولا توجد علامات اختباس بالمنتصف مثل هذا الشيء فاذا شنو الخطأ بالموضوع؟ الخطأ انه هنا ما عندنا بداية بي اتش بي ونهاية بي اتش بي طيب ممكن واحد يقول زين هذه البداية شنو بداية البي اتش بي هذه صح البداية ولكن هي انتهت بهذه المنطقة طيب لابد انه نبدي قبل الايكو بداية جديدة نبدي بداية بي اتش بي جديدة ونختم هذه بعد الايكو بداية بي اتش بي يعني هنانا عندنا بي اتش بي وهنانا بي اتش بي وهنانا بداخله كود البي اتش بي ونلاحظ انه حتى شكل الايكو تغير اصبح باللون الازرق او ممكن اذا بغير محرر يكون لون اخر ولكن هنا اصبح عندنا الامور مفاعل طيب فقط ننتبه انه اذا ضفنا كود بي اتش بي بداخل الوسم اتش بي لابد انه نضيف وسم الفتح اللي هو بي اتش بي وسم الاغلاق بي اتش بي هنا اذا ضفنا وسم الاش تي ام ال بداخل بي اتش بي فبما انه موجود اصلا فما يحتاج نضيفه اما هنا لابد انه نضيف وسم بي اتش بي لالفتح والاغلاق بداخل الاش تي ام ال اذا نجي نحفظ كونترول اس وطبعا نجي هنا لاحظ انه عندنا عالم بها الاحترافي اذا نريد انضيف صورة بشكل اعتيادي انضيف صورة اللي هي امج اي ام جي و الامج اكيد بي اس ار سي تساوي وطبعا نسد القوس هذه الصورة تحتاج الى رابط هذا الرابط ممكن نضيفه بطريقة الايكو يعني مكان ما نجي نكتب اهنانه اه اه 3333.jpg ممكن نطبع هذا المثار من خلال الايكو طيب كيف نجي نضيف وسم بي اتش بي مثل ما تعلمنا ووسم اغلاق البي اتش بي وبداخلهن نكتب ايكو وطبعا نخلي اه علامات اقتباص صغيرة مثل ما تعلمنا قلنا اذا هنانا كبيرة هنانا صغيرة واذا هنانا صغيرة هنانا تكون كبيرة ونكتب اسم الصورة اللي هو 333.jpg وطبعاً لابد انه هنا بنهاية الايكون نخلي فارزة منقوضة طيب إذا نجي نحفظ ونسوي refresh نلاحظ ان الصورة راح تظهر بشكل طبيعي فإحنا عدنا طريقتين يأما HTML HTML بداخل PHP يأما PHP بداخل HTML الطريقة اللي تشوفوها انتم مناسبة وطريقة اللي تعجبكم ممكن تنفذوها كل الطرق صحيحة وكل الطرق تعمل بشكل ممتاز في حال لو شفت هذه المحاضرة صعبة ممكن تعيدوها أكثر من مرة راح تشوفوها جداً سهلة وبسيطة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر